في مكة المكرمة وقبل ما يزيد عن 14 قرن من الزمان اشتد أدى قريش على المسلمين فأمرهم الله تعالى بالهجرة من مكة ليقيموا دينه في أرض يقدرون على عبادته فيها واختار الله تعالى المدينة النبوية دارا لهجرة المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه أنه يهاجر إليها فقال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وكانت الهجرة في هذا التوقيت تعني إهدار بعض المصالح والتضحية بالأموال ولربما استطاع المسلم أن ينجو بنفسه فقط وفي الهجرة النبوية وخضم أحداثها كثير من الدروس والعبر منها فضل الإخلاص لله تعالى فأعمالنا يجب أن تكون لله وفي سبيل الله ففي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن دروس الهجرة تضحية المؤمن بكل ما يملك ولو بنفسه لإرضاء الله تعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة مع تربص المشركين ومحاصرتهم للدار أكبر مثال للتضحية بالنفس في سبيل هذا الدين ومن دروس الهجرة الحرص على اختيار الصاحب الصالح وأهمية مرافقته في الحضر والسفر فقد كان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فطمع أبو بكر في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه وأعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره ومن دروس الهجرة حسن التخطيط والأخذ بالأسباب المتاحة فالتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والتنسيق بين الأطراف المعنية وتوزيع الأدوار فيما بينهم سبب في إنجاح العمل بإذن الله وقد ظهر ذلك جليا في أدوار بعض الصحابة الكرام أثناء الهجرة منهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وأخوها عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وفي هذا دعوة للأمة إلى أن تحذو حدوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع صدق التوكل على الله تعالى أولا وآخرا ومن دروس الهجرة رعاية الله لعباده المخلصين ونصرته لعباده المؤمنين فقد اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار ثلاث ليال وما من أحد يحرسهم غير أن الله تعالى كان يرعاهم بعنايته قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن الهجرة بمعناها الخاص وإن انقطعت بفتح مكة إلا أنها بمعناها العام باقية إلى يوم القيامة وهي الهجرة عن كل ما نهى الله عنه هجرة من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة ومن الذنب إلى التوبة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة